مجدداً صباح الخير لكل عزيزينا المشاهدين عبر مريم تيفي ولكل اللي ينضموا لأنا بهالوقت وبظل هذه الثورة الرقمية اللي عام نعيشها بظل هذه الشبكة من الوسيل التواصل الاجتماعي وفي ظل خبايا هذا الزكاء الاصطناعي الذي يتحكم اليوم بمفاصل الحياة بكل أبعادها وفي مقاربة لتداعيات هذه الثورة وكل هذه الوسائل التقنية على مجتمعاتنا كيف بنا نخطو إلى أنسنة هذه الشبكة الاجتماعية وكيف بنا نعود لنقرأ هذه الظواهر التي اليوم تشتاح عالمنا بفعل وبتطور هذه التقنيات الحديثة من الاتصال ولكن لا أدري كم هناك من التواصل بهذا الإطار بشرفني وبسدني أن يكون عم باستضيف بهذه الفقرة دكتور غسان مراد وهو أستاذ وباحث في اللسانيات الحاسوبية والإعلام الرقمي وله العديد من المؤلفات والكتب واليوم وقفتنا حول كتابه دهاء شبكات التواصل الاجتماعي وخبايا الذكاء الاصطناعي اللي هو منشور بشركة المطبوعات للتوزيع والنشر صباح الخير دكتور مراد صباح الخير أستاذ روي وشكرا لمريم تيفي يعني تسمح أنه نتحدث عن أمور تعطي هيك شوي أمل تختلف في الحديث عن كل المشاكل اللي احنا عم نعيشها في لبنان فهذا يعني منيح وخاصة بهالعالم الرقمي بالإضافة لأزمة كورونا اللي هي عملت بوش دفعت العالم الرقمي أنه سير أكثر متجذر في حياتنا تعرف يمكن هلأ اليوم العالم كله أو خلينا نقول بلبنان خلينا نقول عم نشهد كل هالصور والمظاهر ولكن هذه كلها تتناقل عبر هذه الشبكة من مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي فاليوم هيك رح نرجع نشوف كيف ممكن نرجع نعطيها بعض إنساني أكتر نرجع نعزز هذه القيم الإنسانية قيم وجودنا وكينونتنا كبشر اليوم بهالعالم بس قبل ما هيك نفوت بهالمضمير اليوم بتحكي الدكتور حضرتك عن هذه المعالم أو المظاهر مظاهر هذه الحضارة الجديدة التي تقوم على التقنيات الرقمية وباتت تشكل اليوم جزء من تكوين الهوية الفردية والجماعية أي بعد اليوم بهذه المظاهر وأي مقاربة أعطيت لهذه المظاهر وكيف ربطت بهذه الهوية الفردية والجماعية هل تبدلت هذه الهوية؟ نحن هذه الثورة سمية الثورة لأنها تؤدي إلى التغيير لو لم تغير أو تحول لن تغير في المستقبل أكثر لأننا لم نصل بعد إلى مرحلة تغيير المطلق من جراء الثورة لهذا السبب نحن بحاجة إلى مجموعة كبيرة من الدراسات التي تتناسب مع هذا التغيير لكي نفهم هذا التغيير وأنا أسميها أننا في مرحلة الانتقال إلى الحضارة الرقمية وسأعود إلى الثورة الإنسان مرأ في أربع ثورات هذه الثورات ترتبط في عملية بناء الفكر الثورة الأولى كانت ثورة الكلام يعني عندما تحدث الإنسان تغيرت البني الفكري وتغيرت علاقة الناس فيما بينها الثورة الثانية هي ثورة الكتابي عندما بدأ يعني يدون يدون ويتخزين هذا الفكر والثورة الثالثة التي أدت إلى تغيير في المعرفة هي ثورة الطباعة ونحن الآن في الثورة الرابعة هذا يختلف عن الثورة الصناعية الرابعة أنا أتحدث عن الثورة المعرفية الرابعة التي تؤدي إلى تغيير في البنية الفكرية لهذا نحن في مرحلة في حاجة إلى بناء رموز ثقافية واجتماعية جديدة تتناسب مع هذا التغيير ولكن صنعت التكنولوجيا في مجتمعات لها قيم تختلف عن القيم الموجودة في المجتمعات الأخرى لهذا السبب لكي نفهم هذه التكنولوجيا علينا أن نطوعها لكي تتناسب مع القيم في كل عالم يعني علينا في العالم العربي لدينا قيم بغض النظر عن الديانات القيم الاجتماعية هي متشابهة وهي واحدة للجميع أنها تنطلق من الإنسانية صحيح لأنه ليس لها علاقة الدين هو للإيمان ولكن الارتباطات الاجتماعية لهذا السبب علينا أن نفهم التكنولوجيا بشكلها الجيد لكي نستفيد منها وإلا إذ لم نفهم هذه التكنولوجيا ستصبح سنقع في مطبات التكنولوجيا وهذا ما يحدث لأنه الكتاب بحد ذاته والكتاب الآخر الصابت عن الإنسانيات الرقمية هو دعوة لبناء الإنسان المحترس لكي لا نقع في مطبات التكنولوجيا لأنه لها تأثيرات عديدة على الأفراد هذه اللي رحلها نشوف بعدين كيف ممكن للإنسان أن لا يقع وأن لا تكون هذه السلطة سلطة تصلت عليه ولكن أوضحت أن هناك بروز لبعض المفاهيم الجديدة وهذه المفاهيم التي تتناسب مع هذه التغيرات التي نشهدها ونعيشها التقنية والرقمية كيف بنا نحدد بدقة هذه المفاهيم كي لا نقع في سوء الفهم أو اللغط حول هذه المفاهيم أو كل يفسر بحسب قيمه أو بحسب فكره ويعطي مفهوم خاصا به نحن في العالم الفكر لسنا في عالم جامد وكل شيء قابل للتغيير لا يمكن فهم الحاضر والمستقبل وبناء المستقبل بمفاهيم قديمة أنا لا يمكن أن أعالج ما يحدث الآن بالمفاهيم القديمة لهذا السبب علينا بناء مفاهيم يعني بدأنا في مرحلة التحول نحن نتحول من الهوية هوية الفرد التي تتعلق في الـ DNA ما ورثه عن أهله والحالي الاجتماعي اللي بترب عليها انتقلنا إلى الهوية الرقمية حاليا كل شخص متصل بالإنترنت عنده هوية يعني صارت الـ EID عنده EID هيا الهوية تبعك هي موجودة هلأ إذا أحد يفوت وفتش على رويت يعرف أشياء كثيرة عنه الهوية للإنسان ليست فقط DNA انتقلنا من المواطن اللي كان في إلها مستلزمات إلى المواطن الرقمية من الإعلام إلى الإعلام الرقم الفجوة الرقمية كل هذه المصطلحات هي مصطلحات موجودة المواطنة موجودة ولكن المواطنة الرقمية نعلينا تحديدها الهوية موجودة ولكن الهوية الرقمية السمعة الرقمية التواصل الرقمي الرسائل الرقمية كل شيء بات رقميا لهذا هذه هي المفاهيم لهذا السبب نحن في مرحلة بناء نموذج فكري جديد يتناسب مع هذا التغيير هذه هي الدعوة في الكتب وهو يرتبط أيضا في عملية تبسيط العلوم أيضا لكي تصل كل هذه المفاهيم إلى كل الناس لكي نستطيع أن نستفيد من التكنولوجيا التكنولوجيا البعض يقول أنها سلطة التكنولوجيا ليست سلطة واستخدام التكنولوجيا يؤدي إلى أن تصبح سلطة اللغة ليست سلطة ولكن استخدام اللغة هو سلطة إذن سلطة في كيفية التعامل مع هذه الأدوات ذكرت أيضا أن الخوف اليوم الذي يعترى المجتمعات هو أن تتحول هذه المعلومات الرقمية والمعرفة الرقمية من هدفها الواضح هدف التطور والمعرفة إلى أن تكون أداة للتسلط لبل أيضا توسعت بموضوع الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي وكل ما ينعكس بعلم النفس كمان والسعادة الوهم وإلى ما هنالك اليوم إذا هيك قررت أن تعطي بعض النصائح نصائح واضحة ودقيقة من تجربتك من الأرقام من القصص اللي استشهدت فيها من الخبرات لكل من يمضي ساعات وساعات عبر هذه الوسيل وحتى أنها صارت أداة تسلط على حياته ونشوف تداعيتها السلبي خلنا نحكي بهالمنحة هذا الموضوع يرتبط في التربية مثل ما كان في عنا إحنا دروس في التربية والتنشئة التربوية في المدارس علينا أن يكون هناك تدريس في التربية الرقمية التربية على الرقمية لأنها عملية ليست يعني أن النصائح لا تكفي الناس لا تلتزم بالنصائح أنه أعمال هيك وبرحة إرشدات يعني بدنا منهج جديد صحيح هذا المنهج يرتبط في التربية التربية وهي تربية مجتمعية وليست تربية فردية تنطلق أيضا من الأهل يعني كيفية تعامل الأهل مع التكنولوجيا يعني عندما المرأة في البيت بس بها تسكت ابنها بتعطيه التليفون هي تساهم في تدمير عقل الطفل فهذه هي اللي عم نحكي أنه كيفية بناء الإنسان المحترس وهذا لا يحدث من خلال الحكي والمؤتمرات والدعوات لا هذا يحكي من خلال سياسة تربوية جامعة تدخل في نطاق الاستراتيجيات التربوية على مستوى المجتمع ما يدين الحياة اليومية لأنه لنستوعب هذا الموضوع علينا أن ندرب الأساتذة بالأول على فهم هذا الموضوع وبعد ذلك أن ندرس في المدارس كيفية التعامل مع التكنولوجيا بالأخص أنه ما حدث مع أزمة كورونا أنه نحن كان العالم ينتقل بين الثقافة الورقية والثقافة الرقمية بهدوء بالرغم من كل تطور التكنولوجيا عم بحكي بمعنى هدوء الفكر يعني شوية شوية عم نفوت بتكنولوجيا ولكن أزمة كورونا أدخلتنا بقوة في العالم الرقمي وهذا الدخول في قوة نحن ما عنا القدرات الكافية لاستيعاب كل ما يحصل والبنية التحتية غير جازية بالعالم كله أنا لا أتحدث فقط عن لبنان مع أزماته الموجودة ولكن في العالم يعني ما يعانيه نحن في التعامل مع التكنولوجيا يعني 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 يعنيه الناس في فرنسا وفي ألمانيا وفي أمريكا وفي دانيمارك وفي كافة يعني كل العالم تعاني من ذات المشاكل التي تتعلق بالتكنولوجيا لأنه أكاديميا وتربويا ما عم نقدر نروض الفكر على كيفية استعاب ما يحصل بعد ما عنا المؤهلات الكافية بده فترة من الزمن لنوصل لنقدر أنه نقول آه أوكي إحنا في عنا مطبات وقعنا فيها من خلال استخدام التكنولوجيا مثلا شوي شوي من سير نغير لنسير نروض ذاتنا لأنه دائما بأي مرحلة انتقال بالمرحلة الأولى ما بتكون هي ثابتي وتصبح لها معايير لهذا السبب نحن أقول دائما نحن في مرحلة تخبط رقمي من جراء هذا التحول الرقمي اللي هو بحاجة لمرحلة معينة من الزمن لأنه الناس بس بلشت تحكي من آلاف السنين يعني كان كمان في عندها مشكلة في كيفية التواصل عندما بدأنا نستخدم الكتاب حتى أفلاطون كان ضد الكتاب على أساس أنه هو يربط البلاغة في الكلام وكيفية الحديث وأنه هذه الكتاب تؤدي إلى ضعف في الذاكري عند استنباط حتى الطباعة كان في ناس ضد الطباعة على أساس أنه علينا أن نتعامل دائما مع الألم والكتاب التي ترتبط في عملية نفسية في كيفية التجوين والخط فإذن كل مرحلة لها مصاعب أولية علينا أن نكون محترسين في كيفية فهمها المهم فهم الموضوع فهم هذه الأدوات وأنثنتها حسب كما ذكرت الكلمة بالأول الحلقة حسب المجتمع الذي نعيش فيه لندخل في تحليل هذه الشبكات الاجتماعية واليوم تقول أن هناك خوف من هذا التحليل في هذه الشبكات لذلك كانت الدعوة إلى مشاركة كل الفاعلين من موزعين ومصنعين ومستخدمين في هذه العملية التحليلية اليوم إذا شاهدنا وكلنا لدينا صفحات إلكترونية فيسبوك وإنستغرام التطبيقات كلها الستيتس بنقدر نعبر عن الحالة اللي عم نعيشها هذه كلها بتدخل ببعض المراكز الدراسات والأبحاث اللي بيقوموا بهالدراسات أنهم يحللوا هذا المجتمع والحال اللي عم بعيشها صحي كيف بنا نشرك جميع هؤلاء اللي تكلمت عنهم بهذه العملية نحن في مرحلة المراقبة الناعمة يعني نحن كلنا مراقبين كانت المخابرات الروسية بدها 50 سنة 50 سنة لتجمع معلومات عن الروس هلأ بخلال أقل من سنة باستطاعاتها تعرف البروفيل لكل الروس اللي موجودين على الانترنت هذا هو الخوف هذا هو اللي أنه إحنا ما نقوم به هو يشكل جزء حكينا عن الهوية التي تخص كل فرد هذا هو الخوف وكيفية استغلاله هوية مكشوفة صار كله مكشوف لهذا السبب علينا أن نكون دائما محترسين في كيفية التعامل مع التكنولوجيا الذي حدث من خلال هذا التسلط في معنى عند انتخابات التي حصلت في أمريكا كان في شركة اسمها كامبريج أناليتيكس ترامب يعني عم نحكي هلا أنتخابات الأولى اللي نجح فيها ترامب هايدي الشركة سمحت لها فيسبوك أنه تاخد مجموعة من البروفيل لتبيع إعلانات لأنه مكتوب بالكتاب أنه إحنا كنا صرنا نبيع الإعلانات للناس صرنا نبيع الناس للإعلانات فهني استغلوا البروفيل لـ 87 مليون شخص وقدروا يأثروا على التغيير في سلوكية الأفراد هذا هو اللي بخوف أنه كيفية هذا الخوف من تغيير في سلوكية الفرد لأنه التأثير الدائم أنه لا وقالي بينزل لك صور دائما نفس الصورة ونفس الكلام والتكرار يؤثر على السلوك يؤدي إلى التأثير وتصديق هذا التكرار وكأنه حقيقة بغض النظر عن ما إذا كانت الحقيقة هي فعلا حقيقة وهذا بيرجعنا كمان لأمور فلسفية يعني مرتبطة في هذا الموضوع على زمن الصفصطائيين في مرحلة الإقناع الصفصطائيين قبل الفلسفة اليونانية كانوا يستخدموا الإقناع بغض النظر عن الحقيقة فأجوا الفلسفة اليونان أرستو قالهم لا الحقيقة هي الأساس في كيفية يعني الإقناع هذا ما يحصل حاليا هو الإقناع بغض النظر عن الحقيقة هذا هو الخوف وبما أنه نحن دائما وأطفالنا وأهلنا معرضين دائما يعني ليلا نهارا إلى الرسائل والصور فلهذا السبب عم يصير في عندنا تغيير في فهمنا للأمور في تعديل في سلوكية الأفراد فهذا هو الخوف وترتكز مراكز الدراسات حاليا والمخابرات خاصة في العالم على كيفية فهم سلوكية الأفراد لمحاولة التأثير عليهم لأنه يعني هذه بالنسبة لهم هي شغلة طبيعية هي أدوات بين إيديهم يعني اليوم كل يدخل إليها طبعا إضافة إلى ذلك أنه دول بين الدول الصديقة وغير الصديقة فيه دائما مراقب المخابرات فالمخابرات تراقب مثلا الكتابات والبروفيلات تبع الدولة التانية والدولة التالية يعني الروس والأمريكان دائما هم في مرحلة مراقبة العلمان والفرنسيين دائما في مرحلة مراقبة بالسابق كان بين شركة رينو مثلا وشركة نيسان كان في مراقبة بينهم لشوفوا شو الدزاين شو الدزاين اللي بد يكون بالمستقبل فكان ليوصل ليعرف الدزاين تبع السيارة التانية كان الشغل كتير كبير هلأ في عمليات القرصنة فيما للمحتمل بسهولة أنه الوحد يفوت لهذا السبب لازم يكون الإنسان محترس إضافة إلى التعاضل بين المؤسسات وهذه مرتبطة أيضا في القيم يعني إذا كانت رينو عم ترائب نيسان هلأ في خلاف بين نيسان وبين تويوتا بس نيسان و تويوتا هني مع بعضهم ضد ضد لمعنى الكونكيرانس ضد تكار والمونيكار ضد رينو فورينو وبيجو هني كمان فهذه المنافسة لأنه هايدي الدول هاي الجنسية اللي بتلعب بعضهم في عندهم مشاكل الكونكيرانس ولكن بين الآخرين كمان في كونكيرانس دكتور مراد بدي بهك بكل هذه الكتابات وبكل ما نقرأه نجد أن هناك بصمة تختلف وهي الدعوة دائما إلى هذه الأنسان إلى أن كرامة الشخص البشري هي فوق كل اعتبار لبل ذكرت بعض الحادثة اللي كانت عم بتصور الرجل عم يوقع والكل كان عم متاخد أنه يصور هذا الحدث ما حدا هب لنجدة هذا الشخص اليوم هيك بهذه الدعوة وهيك بختم حديثنا اللي بدك توجهها إلى كل المشاهدين إلى كل العالم لأنه اليوم الكل صار موجود رقميا عبر هذه الشبكة كيف ممكن أن نترك هذه البصمة الإنسانية بتعاملاتنا اليومية بمواقفنا بكلماتنا بصورنا بما نراه ونسمعه ونفكر به؟ فيها حركة فكرية طلعت من فاترة أربعين خمسين سنة تقريبا اسمها الترانس يومانيزم ما بعد الإنسانية هذه الحركة الفكرية هي مع تقوية قدرات الإنسان بغض النظر شو بده يصير فيه الإنسان؟ تقوية الفكرية الدوباج هذي بسموها سيبرغ يعني التداخل بين السيبرنتيك وبين الأورغانيزم تبع الإنسان هذه الحركة الفكرية بالنسبة إلي هي خطيرة جدا على أساس أنه بده يصيروا اللي عندهم قدرات مادية باستطاعتهم أنه يعملوا دوباج لحالهم والفقراء بس هذي تأدي لنوع من الفجوي ولكن بالرغم من كل التطور التكنولوجي تبقى التكنولوجيا هي أداة ويبقى الإنسان هو الأساس الخوف بالمستقبل أن يصبح الإنسان هو الآلة الآلة لن تحل مكان الإنسان ولكن عندما نصبح جميع الناس تفكر بنفس الطريقة تعمل بنفس الطريقة تتغذى بنفس الطريقة هذي هون بتضيع عملية أنسنة الإنسان نفوت أكثر بالذكاء الاصطناعي الذي يتعدى الحدود أنا بالنسبة لي مثل ما أذكر في الكتاب لن يحصل الذكاء الاصطناعي لأنه الذكاء يطبع حركة الفكر والفكر دائما في مرحلة تغيير والخلايا العصبية هي تتعدى مليارات مليارات الشبكات اللي موجودة داخل العصبية داخل الحاسوب لهذا السبب أعتقد أنه من الصعب أنه نصل للذكاء الاصطناعي اللي بنحكي عنه المنبهرين يعني نحن هو في مرحلة ابتكار ويساعد كثير ولكن لن نصل ولكن الأساس يبقى هو الإنسان وبرجع وبقول أنه الاحتراس هو أن لا يتحول الإنسان إلى آلة أن يبقى هو عنده هذا الانفتاح وهذا التفكير طبعه هو يفكر باللي بده إياه هو يحلم باللي بده إياه صحيح وهذا ما بدنا يهدد طبعاً يبقى فيه هذا التنوع التنوع بالمواب والقدرات وهذا الخوف اللي دائماً في الكتابات يطرح وهذا السبب برجع أقول نحن بحاجة إلى مفاهيم وبصلاحات جديدة لفهم هذا العالم دكتور غسان مراد الأستاذ الباحث في اللسانيات الحاسوبية والإعلام الرقمي أنا أريد أن أشكرك اليوم على الحوار العميق هذا الحوار اللي كان في العالم الرقمي وكمان عبر شبكة كمان هذا التواصل الاجتماعي ولكن بهذه المفاهيم الصائبة وهذه الحدود اللي رسمت ودائماً نحو هذه الأنسنة وأن نترك هذه البصمة وينما كنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أهلا وسهلا فيك وعلى أمل دائماً اللقاء بعد نطرتنا مواضيع كتير إن شاء الله فيه موضوع فيه علامات الترقييم اللي مرتبتها في الكتابي وفيه كتاب جديد تحت الطبع عن مراية التحولات الرقمية يعني نطرتنا مواضيع إن شاء الله إن شاء الله دائماً وشكراً لمريم تيفي لحكي عن هذه المواضيع لأنه هذا جزء من التربية الاجتماعية أنه تسمع الناس أنه شو عم يصير فعلياً في العالم أهلا وسهلاً عزينا المشاهدين بريك وأكيد من بعضهم كفين سوا خليكن معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة